السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل ملحق كتاب بيت باي بيت للصف الثاني الأداد الترمي الأول عام الدراسي عام 24 صفحة 30 صفحة 29 عشان في جزء من المحادثة في آخر صفحة خالص صفحة 29 هنا أحمد is talking to Hany about a book أحمد بيتكلم مع هاني عن الكتاب اللي بيقرأه أحمد أهلا يا أحمد what are you doing ماذا تفعل يبقى كده هو بيقرأ يبقى I am reading a book أنا أقرأ كتاب سأله سؤال this book is about ساميرا موسى لما لايه يبقى كده what is it about لأي حاجة ينفع سؤال ده لأي حاجة طالما فيه كلمة عن ماذا هذا الكتاب إنه عن ساميرا موسى بقى صفحة 30 سأله سؤال she is egyptis female nuclear scientist هي أول عالمة في الطاقة النووية مصري يبقى من تكون هي يبقى who is she أو who is is she an important person هل هي شخصية مهمة yes she is أو yes sure أو of course can I borrow this book هل يمكن أن أسأل هذا الكتاب yes you can نعم تستطيع بقى كده الأسئلة الاختيارات السؤال الأول space see the film about the earthquake on tv last night يبقى كده ماضي وبصة على الفاعل الفاعل عندي you وبعده الفاعل اللي هو C في المصدر يبقى كده ضد سؤال الثاني last year السنة اللي فاتت is based to cairo and visited a fantastic museum أنا طالما هنا last year أنا عايز ماضي to go 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 احداث هو قابل عمتي او خالة ريم لما كان عنده 20 سنة وتزوجه سنة 1983 بحكي احداث يبقى زمن ماضي بسيط وتصريف الثاني من ميت يبقى مت لجابلتر ايه بمعنى تقابل سهل الخامس سهل الخامس يبقى هل تود ان ترى المباراة النهائية في الاستاذ انا معايا تذكر لجابلتر ايه السهل السادس داليا جاءت الاولى في ايه في مصابقة الغناء لجابلتر سيطة السابق هو مازال صغير وهو بيلعب لفريق الناشئين جانيور لانو قادي هنا لسه صغير السهل الثامن هل انت اتولدت في اسره غنية هنا تبقى ايه السؤال التاسع هذه الجماعية العظيمة تساعد الأطفال الذين لديهم أمراض في القلب السؤال التاسع سفحة 31 هناك كلمة يستمر موت يبقى بالتصريف الثاني من أين؟ يبقى أي فريق كسب المباراة عمس المسابقة فقط لكباراة فقط السؤال التاسع المسابقة فقط لكباراة من شاطر؟ هو واحد شاطر بيساعد في الجمعية الخيرية للأطفال المرضى يبقى كده الجراح سرجل إجابة لتربية سالة 14 أنا كنت سعيد جدا على أحزنة في ماضي أنا كنت سعيد جدا عندما حصلت على جائزة من المدرس يبقى أنا أكمل في الماضي برضو يبقى جد الإجابة لترسيت سري الثاني من جد عندما حصلت سالة 15 عامل إيه وبيساعد الناس أو الحيانات التي تحتاج إلى المساعدة يبقى كده تشاريتي ويركر اللي هو العامل الخير أو عامل في جماعية الخيرية اللي جابة لترسيت بعد كده أسئلة التصحيح السألة الأول The assistance was أسئلة أخرى إس يبقى جامع فبدأ ال was تبقى where سأل الثاني We decide to go for a walk because the wizard was fine was ماضي سأكمل جملة ماضية سأجب التصريف الثاني من decide ويبقى decide نحن قررنا السؤال الثالث السألة where's a beautiful dress yesterday yesterday ماضي في الخيب التصريف الثاني من where اللي هي war يرتدي وهالا ارتدت A beautiful dress فستان جميل أمس هنا where did you موجودة في السؤالي ولكن لازم أرجع الفعل للمصدر المصدر من when هو go where did you go last night أنا ذهبت الليلة الماضي السألة الخامس she doesn't sleep because she had هدا برضو هحفظ على الماضي طالما بكلم في الماضي هاد التصريف الثاني من half يبقى جملة دي برضو هتبقى ماضي نافي doesn't في الماضي يبقى didn't هاد السؤال السادس the story which is best yesterday ماضي بجيب التصريف الثاني من read يبقى read هي بتكتب نفس الحروب بس تنطق read we is best have lunch of the restaurant the food was very good هنا بحكي أحداث who was mad يبقى جملة في الماضي كلها يبقى هافي خليها في الماضي تبقى head في معناها تناولنا شكرا للمصدرنا علي